موسيقى هذه قناة ساكرية الحسنية على التلقنام طبعا يدرج فيها كل مشروع جديد ونتابع فيها المشاريع التي نتحدث فيهم والتي نشر عنهم على قناة ديوتيب هنا تتابع معناك المشاريع اليوم جئنا لكم بطريقة يبحث عنها الجميع وهي الجميع يسأل ما هي العملات التي سترتفع في البول مركز القادم وما هي العملات التي يستمر في الحيتان وما هي العملات التي يمكن أن تحصل على ارتفاعات خيالية أو حتى لا نقول خيالية نقول معتبرة جئنا لكم اليوم بهذا الموقع الذي يسمى ChainBroker.io عندما تدخل إلى ChainBroker.io ستجد أن هذه أرباح أكثر لعملات أرباحاً وهنا هنا اثريون 5,990x وهنا طبعاً عملات البيان بي وعملات بوليغوم وعملات أخرى كهذا طبعاً كاردانو وهذا طبعاً بين 21 كوسموس طبعاً 110x عندك هون القانت 92x 92x إذن هذا هو هم شيء لكن اليوم جئنا لكم حسب ما حدث في 2021 العملات التي ارتفعت بشكل طبعاً وصلت لهذه الأسعار كانت العملات التي تستثمر بها البياناس والكوين بيز هاتين المنصتين عندما يستثمرنا في مشاريع طبعاً هذه المشاريع ستشهد صعود محترم أو قوي كما نقول عندما يعود السوق اليوم جئنا لكم بهذا الموقع لكي نكتشف هذه العملات التي يستثمر فيها هذه الحيتان طبعاً بياناس وكوين بيز هم حيتان أصلاً هم منصات يعني لك منصات وحيتان أيضاً إذن كيف نتعرف على هذا طبعاً عندما تنزل في هذا الموقع الأسفل ستجد أيضاً هذه المشاريع جديدة هون طبعاً المشاريع طبعاً 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 هاي أيضاً المشاريع هناك هي حسب أرباحهم الآن كل مشروع وكم عنده الآن كل يعني هنا تنزل منصات ومشاريع وارباحهم اليوم سنطرق إلى كيف نعرف العملات التي تستثمر فيها تستثمر فيها البانانس وتستثمر فيها الكوين بيز ندخل إلى هنا بر الشرش طبعاً إذا كنت تريد تأتي إلى هنا وتضغط على فاونت هنا من هنا تدخل على فاونت بهذه الطريقة أيضاً ممكن أيضاً أن تأتي إلى مكان ريشارج وتبحث عن ريشارج بهذه الطريقة نتظر طبعاً هنا فاونت سأتيك طبعاً المشاريع حسب طبعاً هذا هون هاي المشاريع موجودة حالياً وكل واحد حسب ارتفاعه نحن اليوم نبحث عن باينانس منصد باينانس نكتب باينانس لابس ها هي باينانس لابس هي هو يعني صندوق الستثماري لما نصد باينانس سنجد أن في سنة 2021 باينانس حقق 2422 اكس من عمره الماتيك بعد ذلك عمله الساند بوكس 1227 وحصل على AXZ AXX Infinity 106 يعني هاي كانت أقوى المشاريع التي حصلت طبعاً هاي المشاريع الأخرى هنا بالتراتبية ها ها هي المشاريع التي كان استثمر بها الباينانس سنة 2021 وحصلت على صعود محترم عندما عاد السوق طبعاً البيتكويني لا 69000 اليوم سنتطرق الى ما هي المشاريع هل هناك مشاريع سيستثمر بها الباينانس طبعاً ننزل الاسفل ننزل الأسفل سنجد هنا معناها آخر استثمارات صندوق بيناس سنجد هنا أول عملة لكن هذا ليس كل شيء نضغط على هذا السهم نضغط على هذا السهم هنا لكي نتعرف على بقية العملات سنجد أن هنا عملات أيضا مثل عملة الـ ID Space ID Log Aptos Axelar Axelar مهم هذا طبعا Bridge يسمح بنقل الأموال من الـ Ethereum إلى شبكة Cosmos طبعا هذه أيضا Open Leverage وعندك أيضا كثير تنزل الأسفل تشاهد هذه العملات طبعا تستثمر بها هذه أيضا مهمة تقرأ عنها كثيرا وتشوف ما يناسبكم منها طبعا بعد البحث في الأستثمار طبعا على مسؤوليتك هذه طبعا هي الأهم العملات التي يستثمر فيها الباناس نأتي الآن إلى منصة Coinbase نأتي إلى Coinbase نكتب Coinbase نكتب Coinbase نكتب Coinbase Coinbase Pantures ندخل إلى المهمة التي تستثمر فيها Coinbase نأتي إلى أول شيء ستشاهدون هنا الملاحظة وهي كأن فيه اتفاق بين الحيتان على طبعا ساحب أموال من العملة هذه العملة مثلا وجدت فيها Binance 422 وكذلك Coinbase 422 X يعني وكاننا فيه اتفاق مسبق بين الحيتان للخروج من السوق في الخروج من العملة يعني فقط محدد طبعا فيها عملة ثانية عملة تستثمر فيها كانت Coinbase هي عملة Rocket Protocol هيا طبعا عملة الآن مهمة خاصة في iDrop MetaMask ننزل الأسفل عندك هون أيضا Graph هيا طبعا عملة إصطناع Graph تسمى Coinbase كم حصلت على هذه العملة حصلت من أرباح عندما نزل الأسفل نجد أيضا Aptos نذهب إلى آخر استثمارات Coinbase حاليا سنلاحظ مسألة جديدة وهي عملة Cain Network Cain Network حتى الآن لم يتم طرحها ما زالت غادة التجربة وسيتم طرحها قريبا طبعا هنا في 0x لأنه لم يتم طرحها وهذا يعطينا تنبيه هذه العملة تابعة لشبكة Cosmos عندما يتم طرحها نشتريها في البداية قبل أن تدرج على Coinbase طبعا عندك هنا Aptos هي ثاني عملة حاليا وعندك الhashflow عندما ننجح بلا سهم هنا كي نعرف ما هي بقية العملات التي تستثمر فيها Coinbase سنشاهد هنا سنشاهد أيضا Aptos عندك Axelar هذا أيضا كان في اتفاع Axelar هذا مهم اللي هو Bridge هذا طبعا العملة ما زال سعرها قليل حسب اعتقادي بأنها فرصة تشتريها وتخزينها المدى البعيد 0.59 طبعا هو بدأ بنقل الاموال بين Bridge وهو سيكون طاغ الشبكة على شكل شبكة Bridge Axelar هذا شرحه بسيط وهو ستكون كأنها Bridge مركزي لجميع الشبكات يعني يأتي Bridge من جميع الشبكات Ethereum من Cosmos من جميع Binance Smart Chain بجميع الشبكات سيتم وكأنه مركزي من Axelar هذا شرح بسيط Axelar أعتقد أنها فرصة وليست نصيح احتمالي فيها أيضا هذه العمل التي نقل HOP وتعريب HOP Protocol Defi وطبعا كذلك Bridge يعمل الآن مع عدة مشاريع مثل المشاريع Zika Seng الجديدة وطبعا مع Optimism كلهم فرصة سعر الحالي صغير 16 هذه على مسؤوليتك تشتريها تخزين المدى البعيد هذا حسب اعتقد الله تعالى عندك تنزيل الأسفل ستجد عمولات هنا أخرى حسب رأيي المنبين هذه جيدة مستقبل تنزيل الأسفل ستشاهد IE Mix هذه جيدة المدى البعيد طبعا عندما تنتهي من هذه اللايحة ممكن تضغط هنا وتشاهد بقية هذه المشاريع مثلا تنزيل هنا هنا فيه أثنين فيه واحد أثنين ثلاثة يعني تشوف بقي العملات من هنا طبعا تنزيل تضغط على أثنين تشوف بقي العملات وانت طبعا تختار العملات حسب دراسة العملات وما تعتقد هذا Vega Vega Protokoll طبعا عندك هون عملات أخرى أيضا القافا القافا Mina Roots هذا طبعا British معروف يشتغل مع هاي ال Graph طبعا يشتغل مع Optimism هاي طبعا Near فيه ملاحظة أيضا عندما نضغط على مثلا هنا ممكن تبحث عن أي شيء تبحث مثلا عن Gate I.O ستجد طبعا عندما تريد تعليم ما هي المشاريع التي استعمر فيها Gate I.O تضغط هنا Gate I.O Gate Labs Gate Labs أيضا ما هي هاي إذن ستجد أنه عملة ال H.O عملة ال H.O هي أول شيء يستثمر فيها Gate طبعا عندك هنا Casper هذه جيدة لكن حسب ما حدث في 2021 العملة التي كانت استثمر فيها Coinbase وال Binance هي التي ارتفعت بشكل ملحوظ فقط لذا تشاهد بقية المنصات ما هي الأشياء التي تستثمر بها بقية المنصات تأتي إلى هنا وتبحث طبعا FTX عندما تبحث عن عملة التي كانت تستثمر بها FTX لا كتب FTX FTX طبعا FTX FTX تكتب هكذا وتضي FTX Ventures تأتي إلى هنا تشاهد من العملات التي كانت تستثمر بها FTX ستجد هنا Impossible Finance طبعا هون الآن ما بها طبعا أي شيء لأن لأن أنا فرست طبعا لكن أعتقد هنا كان يمكنك أن تجد العملات التي كانت تستثمر بها أنا استخدمت جهاز الكمبيوتر وجدت هنا بعض العملات منها النير منها طبعا العملات كان هنا تستثمر بها لكن الآن يبدو أن كل شيء لم يظهر معي أنت تأتي هنا وتشاهد طبعا هذه العملات وتشاهد هذه العملات القوية ربما تحصل على أرباح مستقبلية هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته